السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دام الله عليكم والصحة والعافية دوري أبطال إفريقيا الأهلي والزمالك تم انتهاء المباراة بفوز النادي الأهلي على نظر النادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا مباراة تحمل الروح الرياضية العالية جدا بين النادي الأهلي ونادي الزمالك حرض لك نادي الزمالك نادي كبير نادي عظيم نادي عنده إمكانيات نادي عنده فنيات كبيرة جدا ولكن تفوق النادي الأهلي بخبراته وإمكانياته مباريتين في أهم فترات يعني برضو النادي الأهلي ممكن يواجه نادي الزمالك في حالة فوزه النهاردة الزمالك على طلاق الجيش والأهلي على الاتحاد السكندري مباريتين النهاردة الزمالك مع طلاق الجيش الخامسة مساء والأهلي والاتحاد الساعة التاسعة مساء طلاق الجيش مدير الفني كابتن طارق العشري بعد أن هبط النادي حرس الحدود في وجود كابتن طارق العشري تولى مسئولية طلاق الجيش قبل نهائي كأس مصر الاتحاد والأهلي التوأم كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن كابتن حسام حسن مدير الفني نادي الاتحاد السكندري وكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري كان حصل مباراة قبل كده بين نادي الأهلي والنادي الاتحاد وتم فوز نادي الاتحاد بنادي الكبيرة في وجود كابتن حسام حسن برضو في توقيت معين يعني ونادي الأي طبعا عنده معنويات كبيرة بعد دور الأبطال وعمل شغل كبير جدا ومحقق بطولة كبيرة جدا وكأس العالم الأندية ولكن الاتحاد نادي كبير ونادي دعم بوجود نادي عندها خبرات وعنده لاعب زي حسن معشور تم انتقال نادي الاتحاد من النادي الأهلي فوجود كابتن حسام هو راجل عنده كيمة وعنده نجومية وراجل يحمل شخصية عظيمة جدا من حيث الإمكانيات البدنية والتيكتيكية والفنية الأهلي هل هيفوز النهاردة ويلعب نهاية ضد نادي الزمالك وتحمل مباراة تانية نهاية كأس مصر لأن نادي الزمالك كان هو الحامل البطل أو هو البطل الموسم الماضي بكأس مصر فيعني المباراة النهاردة هيحسم كنا باللاعب بالأهل والزمالك كان بلعبه بعضه بكرة أو بعد فترة بسته جدا لأهل الزمالك بلعبه نهائي ضد بعض ولكن كابتن طرق العشري مدرب ليه شخصيته وكابتن حسام حسن ليه شخصيته ولكن كابتن حسام حسن بيعتمد على الصرعات والمهارات والإمكانيات كابتن طرق العشري بيتحفز وممكن يعني نادي الزمالك يعني صالح الجمهور بتاعه ويقول للجمهور أنا موجود وأنا عندي إمكانيات وأنا موجود لسه في الساحة ورجل بحق إنجازات فأنا تمنى إن شاء الله مباريتين تكونوا عظماء ومدربين كبار جدا كان مسلماني محق دوري أبطال إفريقيا وباتشيكو هو راجل نجم كبير جدا كان موجود مع نادي الزمالك ولكن موجوده في نادي الزمالك برضو هو راجل عنده صاحب شخصية والنادي الزمالك يحمل لعيبة كبار جدا عنده لعيبة كبيرة جدا جدا فمبارات الزمالك وطلاق الجيش الساعة خمسة مساءنا هننتظر النتيجة ثم النادي الأهلي والتحاد سكندري هننتظر النتيجة التراباط في ليفربول بسبب التراباط في ليفربول بالتيم نفسه في التراباط بسبب أن اللاعبين في إجهاد وفي إصابات جتير جدا جدا وبيحمل بقى الإجهاد والإصابات زي يقولوا لجلاجة كده في التيم الفريق مبقاش بالمستوى القوي جدا بالنسبة فأنا تمنى للتيم التوفيق فيما هو قادم عشان نجمينا محمد صلاح هنطلع فاصل ثم نواصل أخبارنا ورجعنا لكم تاني طبعا بعد الفاصل وهنتابع بعد الأخبار وأو هنكمل أخبارنا في باقي من الحلقة يعني شيكابالا النجم الأصمر شيكابالا الموهوب النجم العظيم أحرف من أنجبت كرة القدم المصرية من وجهة نظر الكثير يعني أن كان صحفاء صحفيين أو إعلاميين أو نقاض أو جمهور محدش يختلف على شيكابالا أنه من أعظم اللاعيبة موجودة في مصر أو بل في إفريقيا كمان شيكابالا لو كان موجود في نادي الزمالك ثم لقى احتواء من صغره وحاول واع على الفكر كان زمان شيكابالا النهاردة موجود في أفضل أندية في العالم شيكابالا أفضل لعيب من وجهة نظري ونجوة نظر الناس كتير أفضل لعيب في إفريقيا راجل يحمل موهبة كبيرة جدا عنده شخصية كبيرة جدا راجل في سن 36 سنة بيعمل مراوغات مش طبيعية بيحط بصابة رجله كبير في حتة مش طبيعية محدش عنده عشرين سنة بيعملها فالكبعة ترفع لشكابالا المباراة اللي فاتت وأدى مستوى هيل جدا النادي الأهلي عنده محورين كبار جدا هو عمر السلية وأفشة أفشة بقى صاحب شخصية كبيرة كما وجود في برامج زي ما كانش بيقدل المستوى المطلوب لكن نقدر نقول النادي الأهلي بيقدر يجيب اللعيبة كويسة النادي الأهلي بيعرف يجيب الشخصية بتاعته النادي الأهلي فقد عبدالله سعيد ثم جاب أفشة عشان يحقق نتائج ويحقق نفس المكان ويحقق نفس النتيجة هو أفشة ده اللي بيعمله الراجل في ديئة حاجة وتمانين بيفنش كرة يعني خلاص خلاصت المباراة بيعنده الصقة وعنده القرار وبيجي من بيعد وبيحط فدي شخصية يعني أن لو اللاعب ده كان موجود في برامج وهو بينتقل النادي الأهلي هو لعيب عنده إمكانياته كان واضح جدا ولكن ما كانش بيبقى موجود في برامج بشكل أساسي هو ده بقى النادي أمبي هو ده اللي بنرجع بقى لقطاع الناشئين اللي احتواء للمواهب والنجوم الكبيرة والناس العظيمة والناس اللي عندها فكرة والناس اللي بتمسك في المواهب بيديه واسنانة عشان يكبروا اسم النادي ثم اللاعب ينتقل للفريل الأول ثم بعد كده بيبقى ملايين هي ده الان ده ميباش عندي ناشئ على قده وعشان المحسوبيات وكلام ده كله وماشي لعيب كبير جدا ممكن يحقق لي الملايين هو أنا هجيب الملايين من النهاردة بلاعب معلش على قده في وقت قصي طب ما نستثمر في الولد المواهب ثم يحسب لي النجاح ثم يعني بقى في حتة تانية خالص زمحان ما صراح ما نادل ما قولنا عمل فيه راجل قبل ما انتقل لبازل السويسري جي قالك ان الزمالك مش عاوزه انتقل لبازل السويسري ثم كسر الدنيا وعمل مباراة ضد تشيلسي يعني ولا أروع وهدف وهدد ناس في الديفنسي كبار جدا في تشيلسي ولكن الراجل ما شاء الله النهاردة بقى موجود في أعظم أندية العالم انتقل لبازل السويسري ثم راح ليفر راح تشيلسي الانجليزي ثم راح نادي يعني أندية في إيطاليا ثم راح يعني أندية تانية في روما ثم انتقل النهاردة لليفر بولو بقى من أعظم اللي عيبها في العالم ما هي دي الشخصية ولما يكون لي صديق زي محمد النني الراجل بيحاول برضو يمشي بنفس النهج ونفس الشخصية وبعد كده ينتقل نادي كبير جدا زي الأرسنال ويمشي نادي توركي ثم يرجع تاني الأرسنال مو ده صاحب شخصية يبقى النهاردة الأصدقاء ممكن يتحدوا في حاجة هم بيغرموا من بعض في حاجة عشان يوصولوا لحاجة كواسة وبهدف كبير كانوا بيمع بعض في كل حاجة ما نرضى بقى أعظم أنديها في العالم تريزيجيين ماشي برضو بنفس الشخصية نتمنلوش سلامة طبعا كان عنده مباراة يعني أستون فيلا ووست هام حصل خد سد غرز يعني ربنا رب يشفيه وعفيه ويقوم ويكمل بسلامة هو ده بقى جماعة اللي احنا بيقوله والله تريزيجيه أحكي لكم موقف يعني ده حصل يعني أنا كنت من جل تريزيجيه وكان موجود معنا في تجمعات المتخب تريزيجيه كان لعيب يعني جثمانه ضائف شوية فلما كان بينضمن المنتخبات في النشئين فكان فيه أقوى منه في السن بتاعه فمشي تريزيجيه المنتخبات ما كانوش بيقتنعوا بتريزيجيه كلعيب بكو البنيان يعني شفت تريزيجيه الأكبر نظر القاوم بتاعه عامل زي تغير زيه زي كهرابة زي صالح جمعة زي رامر ربيع بس رامر ربيع ترقم يعني راجل القاوم بتاعه تمام يعني لكن أنا بتكلم بالنسبة تريزيجيه مشي من المنتخبات اللي النشئين وكان مستر مالون جزيه ماسك في النادي الأهلي وبعد كده الراجل منتخبات بتقول لك أنا مش عايز الراجل ثم النادي الأهلي رشحوله تريزيجيه نطلع مع الفريل الأول ثم الكيميا مشي تقوه مع الراجل ثم ما شاء الله بقى هداف ونجم في النادي الأهلي ثم احتراف ثم 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 وكان كهرباء في نفس الجيل بتاع تريزيجيه ولكن سبحان الله يعني هو كهرباء مشي راح نادي أمبي في سن التشار سنة وتريزيجيه كمل رغم تفوق كهرباء كان أكتر من تريزيجيه في السن ده ولكن يعني الخبراء بقى والعظماء اللي بيختاروا الععيب عن الععيب رغم أنه ممكن يكون متفوق عنه بس اللي هو ممكن تكون أعلى كان كهرباء في السنة ده كان أشهر جدا من تريزيجيه ولكن تريزيجيه النهاردة بقى في حتة تانية وكهرباء برضو من نجوم الكبار ولكن أنا بأكلمكم على جزئية فكري يعني أنا نهاردة كان عندي كهرباء وتريزيجيه يمكن هم متجيل الموليد 94 دي هم اللي كسروا الدنيا ووصلوا بس فيه لعيب انتظر كمل في النادي الأهلي ولعيب ما كملش في النادي الأهلي ده أسبابه إيه؟ أسبابه أن اللي بيتفرج ناصح وعنده فكرة وعنده عين تشوف كويس هو ده بقى ظهور الأكاديميات أنا آسف بعض الناس اللي بيعتبرها سبوبة وهقص كده عشان الدنيا تمشي وكلام بقول لا الكرة ما بقتش كده هيبقى نديتك سليمة وتشتغل بشكل سليم ربنا يا كريمة هتشتغل من أجل المال وتحقيق المال على حساب أحلام ناسي يبقى أنت منتش كويس لو كل شخص حط ضميره يعني بشكل سليم وموضوعي وبختار بقيني صح عشان دي موهبة هتنجح البلد ولا هتنجح منتخب ولا كلام ده كله كنا زمان النهضة بقى فرز لننجوم كبار جد بس احنا ما عندناش ما عندناش الإخلاص ما عندناش اللي بيخلص الناس بسطة جدا بتخلص عندنا ناس خبراء كبيرة جدا ولكن تحس أنه ما برضو عندهم بعض الكسل شوية كابتر ربيع لما كان ماسك منتخب مصر موليد تتتسائين اللي هو الجيل الأكبر مني بسنة كان بينزل كل حط كان بيسأل عينه كل حد كنا بنلاقي تقارير كلها عند الكابتر ربيع سي هو الراجل حابب أنه يجيب حاسس أنه فيه ناس تحت مدفونة مواهب كبيرة هو حاس أن الناس ممكن تبقى أفضل من الناس في الدارة الممتاز ما أنا ممكن يكون عندي موهبة وموهبة بس موهبة أهلها اكتشفوها أو قادرين بأنهم هما يوصلوا للمكان كبير وواحد تاني ممكن كانته مش قادر يعني أنا ممكن نهاردة عندي اتنين لعبين لعب كواس قوي ولعب على قده اللعب على قده ده ممكن يروح نادي زي النادي الأهلي لأنه هو اللي تشاف ممكن يتاغد طب باللعب التاني ده إيه نظامه النظامه الواضح والأساسي هو حاجتين اتنين أنه راجل عنده إمكانيات مالية فبيقدر يتحرك فبيقدر يروح الشخص التاني مش قادر أو أهله ما قدرواش يستثمروا فيه فيكتشف اللاعب اللي ما عندوش إمكانيات كبيرة ثم يعني يعلى بالتدريبات والإمكانيات والتاني ده المهوب ده ما بقاش موجود فالمسؤول لو تكتف وحطي إيده كده وقال لك أنا هنطلع المواب الكويسة ونساعد الأولاد دي أنها ممكن تبقى حاجة كويسة إيه المشكلة هيحسب لك رمضان صبحي لما كان بيتكلم عن مدربه في أرض اللواء وقال لك إن ده سبب من أسباب الناس اللي مرنوني كويس وكلام بكله طب ما هو ذكره يعني ما أهدلش أو ما يعني ما نسيش فضل الراجل عليه هو الظهور هو الظهور الظهور الإعلامي ده ممكن يكون سلبي وممكن يكون إيجابي الإيجابي إن إحنا نتكلم في نفسنا لإن إحنا ممكن ناس عندنا مش كويسة ممكن يكون عندي لعيبة كويسة قوي وبيحاولوا يدمروها برطة طب إيه أنت إيه سببه أنا جاي لي وليه أمر وجاي لي وليه أمر وليه الأمر ده عنده مال والتاني ما عندهوش فبتكبل اللي عنده مال عشان الدنيا تمشي والشغل يمشي وأسيب الراجل التاني اللي عنده ابنه لعيب كويسة لا لا كله بقى يتكتف جماعة كله يتكتف ويبقى إيده كده زي ما الدولة الله أكبر ماشا في بناء ابنه بقى أولادنا وبعنيكم أنتم ناس خبراء في مجال الرياضة ما تبنوا الناس دي خلوا فيه محمد صلاح ومحمد النين كتير محدش يعمل نفسه فهلاوي ويشتغل وشغله برضه مش كويس فشكبالا هرجع بلطنق الجزئية شكبالا شكبالا عقب كبير جدا ولكن يوصل سنه 36 سنة ومع المنتخب ما حققش برضه الطموحات والحاجات الكبيرة اللي كان نفسه حقق أو إمكانياته اللي كانت مفوت تحققها مع المنتخب شكبالا من أعظم اللعيبة جد في تاريخ مصر بلا جدال بلا جدال لعيب حريف ولعيب عنده إمكانيات رجعوا لأهداف ورجعوا لشكبالا في أهدافه وده مش طبيعي لعيب لما في مباراة في بوتروجيتة 2010 الرجل بيحط الكرة تحت رجله بيزقه بيرجع تاني بالمدافع وبعد كده بيغد تاني ويحطها في البقيدة ونفس الشخصية هو عنده 36 سنة ما بيتغيرش الموهبة في الراس موهش في الموجود لما يكون عندي لعيب حريف بيقدر يكمل حتى لو عنده 100 سنة هو عنده اللمسة وهو مش هتروح منه هو لعيب كبير مش هنهدم حقش كبالا إن هو راجل الناجي زميلك محققاش الفوز ولكن مش هنهدم حقش كبالا إن هو رأي كان مكسر الدنيا في المورا لا كان مكسر الدنيا الهدف اللي جابه ده دليل على إن هو راجل قادر ولما كان الناس بتطالب بوجوده في نادي الزمالك والناس ثانية ترجعت قالت لا شيكبالا مفهود يبطل وشيكبالا جاي بالوسطة أو شيكبالا جاي بالحب لا الراجل في المباراة شفته وبدأه هو الراجل قدامك الله أكبر وكان راح نادي الإسماعيل مع كابتان عمد حسان ميدو الراجل كان وزنه زايد وبيدي في الملعب كله يظهر الإجابيات والنادي الأهلي الله أكبر مليون مبروك لنادي الأهلي ومبروك لجمهور العظيم بس لما يكون مش عايزين نخلي كل حاجة سلبية نادي الزمالك عنده لعبة كبيرة ونادي الزمالك عنده لعبة كويسة جدا فيعني ده عنده دهيتين اسمهم بيرن شاركي وزيزو فإن شاء الله يتمننهم التوفيق وإن شاء الله مبروك لنا أرضا والأروع يعني إن شاء الله بإذن الله تحقق إن شاء الله نجاحات كبيرة بإذن الله بالنسبة للكرة المصرية وإن شاء الله احنا في تطور كبير لما يكون حامل لقب دور الأبطال في النادي الأهلي أو كان نادي الزمالك الحمد للرب العالمين ده حاجة كويسة للبلد وحاجة كويسة جدا لرياضة المصرية وده نهوض بالرياضة المصرية هنطلع فاصل ثم نرجع لأخبارنا تانية ورجعنا لحضراتكم تانية طبعا بعد الفاصل الجبلية تنتهي من اللقاحة الجديدة خلال عشر أيام وتنتظر قرار الفيفا المكاولون العرب يبدأ استعداده لقياب الدور التمهيد أمام سولار بلكوم فدرالية أسوان يواجه ودي دجلة وديان اليوم استعدادا للموسم الجديد تمام مباريات قوية في الجولة التانية للمجموعة التالتة بالقسم التاني تنتا يستضيف الترسانة في كمة الجولة التانية للمجموعة التانية بالمظالين اتحاد اليد يبحث عن سفير المجر إقامة معسكة للمنتخب استعدادا للمولنديال أيمن يونيس يتحدث عن انضمام رمزي ورفعة للجنة الكرة بالزمالك وزيارة الأهلي أمير توفيق فيلر فيلر رحل لأسباب نفسية ومسلماني ليس أقل من أي مدارف في أوروبا على فكرة مسلماني ده لما جاء النادي الأهلي من نادي الأهلي جابه شفنا هجوم كبير جدا يعني ناس كان بتقولك ان احنا احنا ممكن يعني عندنا مداربين كبار جدا موجودين ليه ما يمسكوش نادي الأهلي في فترة دي ولما نادي الأهلي يعني يعني الراجل جاء النادي الأهلي وقلنا ان قرار مجلس دارة أكيد كان فيه تركيز كبير جدا من مجلس دارة وقعد وحسن موقف ذه ده والراجل كان مسبب برضه يعني الراجل كان نجح مع ساندوند الجنوب إفريقي والراجل كان محقق حاجات كويسة جدا فالنادي الأهلي فكر في مدارب إفريقي فظل وجود مداربين من مصريين كبار جدا فدي كانت حاجة غريبة ولكن دي تدل على أن القرار جاي من نبع تفكير عميك يعني النادي الأهلي لما جاي فكر بوجود الراجل ده فكرها من المصلحة العامة للجمهور وللنادي يعني انتعافين في حضراتكم لما يكون شخص بيخفي أمر عشان ينتظر نجاح ان هو ما يعملش بلبلة عشان ما يسببش عيون كتير جدا او يعمله زبط على أمر عشان الشخص ده يفشل او ما ينجحش ولكن ان شاء الله يعني تم نجاح الراجل من وجهة نظر الناس كلها ان هو راجل ما شاء الله حق نجاح كبير جدا من دور الأبطال إفريقيا وتحقيق إنجاز كبير فمسيماني ده من يعني حاجة كبيرة جدا بل مجموعة اللاعبة اللي كانت موجودة على فكرة الفايلر لما كان ماسك النادي الأهلي كان المستوى الكيرف كان بينزل يعني مستوى الكيرف بتاع النادي الأهلي كان بينزل وفايلر ماشي ولكن قلنا ان كورونا كانت سبب من أسباب وكلام ده كله وبعد كده يعني عدم اقتناع الناس بالإمكانيات وكلام ده كله بالنسبة اللاعبة وقالك فيه إمكانيات فرضية في نادي زمانك أعلى من نادي الأهلي ثم مش عارفة ولكن راكل جه زود رتم النادي الاهلي بشكل كبير في لعيبة كانت مستبعدة ثم رجحها في التيم بتلعب بشكل أساسي ودي بقى ده المدرب اللي بتعامل نفسياً كويس مع اللعيب يعني هو ممكن نهضه لعيب كويس قوي وصاحب شخصية ولعيب عنده إمكانات كبيرة ولكن المدرب يهدمه يعني ممكن المدرب النهاردة يهدم لعيب بسبب النفسية السيئة إن أنا مثلاً مركز معاه في لعيبة كده يا جماعة ممكن تحس إنها عايزة النفسية دايماً تكون باستمرار كويس يعني دايماً المدرب يكون قريب منها دايماً المدرب يتكلم معاه بشكل كويس ما يتجاهلهاش يعني في لعيبة أول ما المدرب يتجاهله كرسان طايل مش بديك كرة تاني مش هلعب وده اللي إحنا بنقوله يعني عندك صالح جمعة ده يعني ما ينفعش إن إحنا برضه يعني نبقى بنتكلم على بعض اللعيبة وإيجابيات لبعض اللعيبة وننسى صالح جمعة صالح جمعة ده من أفضل اللعيبة اللي بتحط الكرة تحت رجلية كابتل حسام غالي ده يعني حسام غالي ده لعيب كبير جداً وعنده إمكانيات خطرة جداً ولكن صالح جمعة عنده تفوق كبير جداً يعني في الإمكانيات في الإمكانيات الرجل لا عالي طب إنت يا صالح طب إنت إيه إيه يا عم إنت مش حاسس بالمهوبة اللي إنت فيها ما تيجي على نفسك شوية وتتمرن أنا عام في موضوع بقى صعب يعني الناس برضو متخلاني صالح مش عاوز لا أنا واصل جداً أن الرجل ده بيحاول وبيعاوز بيأكل الأرض بس هو مش واصل الناس غل السلبية يعني المشكلة أن المشكلة أن الناس على السوشيال ميديا بتبقى قاعدة أنا آسف يعني في ناس بتبقى قاعدة في التكييف ومسكة التليفون وعمالة تنازل في بسطاته وكلام ده كله إنت عام بتجرع في الناس والله العظيم من أكسن بلاد تكتهد يعني اللي هو إيه عايزين نبقى داعمين بس النادي زي مالك خسر بطولة دوري أبطال أفريقيا آسف يعني الناس زي ما يكون خلاص لا دا رجل دا النهار دا عنده مباراة ضد طريقة الجيش يعني ممكن يخلص المباراة وهوب بتلاقيه في نهائي وبيلعب برضو نظر النادي الأهل اللي هو كذبه في دوري الأبطال وممكن يحقق إنجاز يبقى ندفع مش نرجع مش نرجع يعني أتمنى إن شاء الله لنكن يعني وصلنا وجهة نظرنا للبعض وحققنا برضو بعض الكلمات اللي هي كون خفيفة على بعض المشاهدين والناس يكون استفادت من كلامنا وما يبقاش فيه دايما ضغط كده من جمهور أو سوشيال ميديا على فرض بعينه الناجح نقوله مبروك واللي ما أخطأ احنا مش نقوله حد أخطأ ولكن لو حد تكاسل أو أصل مباراة الكرة دي مكسب مخصارة هو ربنا كاتب النتيجة فاهم فإن شاء الله بإذن الله ألطقيكم بسرسال قادم إن شاء الله دمتم في رعاية الله السلام عليكم